سلام عليكم عاملين ايه؟ طبعا شايفين الفرق اهو مش هنتكلم بقى هنشوف الوصفة بتاعتنا وهتنبهر زي اما انا انبهرت الوصفة جميلة جدا وروعة جدا 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 وراقعة جدا 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 بجد حاجة من الحاجات الجميلة اللي انا جربتها حاجة كده حلوة قوي كمان لها فايدة كده ومغزيات للبشرة بجد حاجة كده من الاخر يلا نزلي عمليلي لايك لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا يلا نزلي اشتركي معنا في القناة عشان تشوفي كل وصفاتنا اللي بنعملها وكمان تشوفي كل الروفيوهات اللي احنا بنجربها وكل حاجة توصلك اول باول يلا بينا ونشوف ايه هي الوصفة طبعا بصوا تحفة عاملة زي الكريم كده حاجة كده بجد من الاخر انا اتصدمت بجد لما شفت النتيجة زهل بتفتح يا بنات دراجتين عن بشرتك بتديك تفتيح حلوة قوي لجميع انواع البشرة يلا بينا نشوف ايه هي المكونات بصوا مش هتكلم بقى اول حاجة هنا انا معي ابو ولا طبعا ده حاجة اساسية معجون اسنان معجون اسنان بيبقى حلوة قوي قوي في تفتيح المسام كمان بيدي كده للبشرة شوية انتعاش اما بتجي تقسلي وشي كده بتحس ان فيه تراوة انتعاش حاجة بجد كده بتحس ان بشرتك بتتنفس فبجد حاجة جميلة من الحاجات الحلوة قوي في المسكات معجون الاسنان اه ليه بنقول بتفتح المسام اه هي بتفتح المسام شوية طبعا انت كل لما بتحط ماسك لازم بتعملي قبلها سكراب عشان نفتح المسام ده بقى مش هنحتاج من سكراب بقابله لان معجون السنان بيفتح المسام فليه احنا عايزينه نفتح المسام عشان المتكونات اللي هنحطها معاه ده هيبتدي يدخل في البشرة فيديك نتيجة سريعة وكمان فورية وبيتخلي لك بشرتك اه شبعت من المسك او اه اتغذت من المسك اللي احنا هنحطه انا هنا حطيت مجرد اه معلقة صغرنونة من معجون الاسنان اللمون طبعا فويده رائعة رائعة جدا جدا في التفتيح وكمان اه بيطهر البشرة لو في حبوب اديمة مش حبوب لسه حية حبوب اديمة اه بتبدأ انها هتفتح لك البقع البتاعة الحبوب لو لسه الحبوب حية الغي اللمون نهائي وحط ميت ورد بلاش لمون يا بنات وانت عندك حبوب لسه اه يعني لسه طلعة ده هتخربي وشك بلاش من اللمون لو لسه في حبوب انا هنا حطيت نصف لمونة ومعلقة صغرنونة من معجون الاسنان هبدأ ان انا احاول اقلبهم كويس جدا اخلي معجون الاسنان داب خالص مع اللمون المسك يا بنات لجميع انواع البشرة عادي جدا ما فيوش اي مشكلة لو انت بشرتك دهنية او بشرتك بتتحسس من اللمون او بشرتك فيها حبوب الغي اللمون وحط خليها ميت ورد بس عايز اقولك ان اللمون من الحاجات الجميلة جدا في تفتيح البشرة بس طبعا مش هينفع مع الناس اللي بشرتك بتتحسس او بشرتك فيها حبوب او بشرتك فيها اساسا مسام واسعة وما بتروحش فبلاش اللمون مع الناس اللي هي نوعية بشرتك بالشكل ده انما اي بشرة تانية المسك شغال معاها مية في المية زي انا بشرتك كده الحمد لله اي مسك بطراحة بيمشي معاها وانا كمان بشرتك ما بتتحسس قوي من حاجات معينة عشان انا مثلا هحط كمان مع اللمون مية ورد فمش هيعمل لي حساسية جديدة من اللمون وده بيبقى حاجة كده برضك من الحاجات الاساسية اللمون معايا انا في كل المسكات بصراحة فده حاجة من الحاجات اللي لازم احضل احطها طبعا النشا من افضل الحاجات اللي ممكن تفتح البشرة وبتفتح البشرة بطريقة رهيبة انا خدت معلقة صغيرة من النشا مع الخلطة بتاعتي وهفضل اقلبهم برضو كويس جدا من الحاجات على فكرة سريعة جدا في تفتح البشرة اللي النشا يعني انت لو حب ان انت بشرتك غمقت من الشمس مرة واحدة كنت في مصيا استخدمي على طول مصك النشا مصك النشا من الحاجات اللي فعلا بتدي تفتيح بسرعة هاي لو بترجع البشرة بتوحدها توحد لونها الاساسي بصوا هناك كده بعد ما قلبتو الخاليط الكتل مني شوية او مثلا ابتدى انه ايه يبقى معي ناشف شوية هنزل بقى انا عليه بمية ورد على فكرة مية الورد دي معمولة تونار انا كنت عاملاها قبل كدا في القناة مية ورد ومية روز حاجة من الحاجات الجميلة جدا دايما بدخلها في كل المسكول ان شاء الله هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف زي ما قلت لكم هحط معلقتين اتنين برضو علشان عايزة اخلي الخليط لين معي يبقى كريمي فهنزل عليها بمعلقتين مية ورد حطيت كده هو دي تاني معلقة مية الورد جميلة جدا برضو من الحاجات اللي بتغز البشرة وبتفتح البشرة وبتنكر البشرة فمية الورد من الحاجات الحلوة اولي انا بقى هبدأ اقلبهم كويس جدا ان انا عايزة يبقى كريمي معي انا بحب اعمل المسك كده يبقى اول باول حاجة بسيطة كده بس اللي هو يكفي وشي يكفي ايدي اه مش اكتر من كده عشان ما نهضرش مننا ونعد نرمي وخلاص انه هيفيد مننا ده هو مجرد وشينا بس اللي هنعمله فده بصراحة بيغرقني اصلا اه كده خلاص بصوا بقى ده كريم بتاعي واللي انا عايزة ده القوام المطلوب شايفين شكله ده القوام المطلوب المية مية تمام نبدأ بقى نستخدمه اه الوصفة دي يا جماعة ممكن تستخدمها تحت القبط عادي ما فيهاش اي مشكلة بس بلاش اه في الاماكن الحساسة يعني خلنا تحت القبط بس عشان الاماكن الحساسة اه يبقى صعب شوية علشان المعجون الاسنان اه هيعمل لك لها ساعة كده بسيطة فبلاش من مع اه الخلطة دي في الاماكن الحساسة خلاص انا هبصوا حطيت اه حتة كده صغيرة عشان بس نختبر النتيجة بتتيبها حوالي عشر دايل من عشر دايل لربع ساعة واسيبها لغاية تم تنشف خالص يعني اهو بتا دي يظهر معايا النتيجة ها شايفين بصوا بصوا اليد من دي ومن دي انا عملت ايد واحدة بس عشان النتيجة تبقى اه واضحة هبدأ برضك اعمل ايج كده قدامكم كلها عشان تبقى ايد وايد علشان تشوفي النتيجة قدامك واسيبها برضو ربع ساعة انا عملت بصراحة الخلطة دي جالي زهول من النتيجة فعلا روعة جدا يعني بجد من الحاجات اللي جربتها في التفتيح حلوة قوي بصوا انا كده اهو غرقت ايدي حبيت ان انا اعمل ايد واحدة واسيبي ايد التانية ماجيش جنبها خالص المرات دي عشان بجد اختبر النتيجة واشوف التفتيح هيبقى حتى يعني هيبقى كم درجة طبعا لما دي من اول مرة احنا لو فضلنا بقى مستمريين كده تلات مرات يعني اعمليها كده تلات ايام وربع بعد بجد هتبقى اه رهيبة جدا ونتوصل لي للنتيجة اللي انت طلبها هسيبها بقى ربع ساعة براحتها كده لحد ما تنشف اروح اختلها وبعد كده دي النتيجة بجد انا مصدومة يعني اليد واضحة والفرق واضح شايفين بجد كده هيعجبك جدا باي باي